السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اصحابي حبايبي عاملين ايه? اتمنى تكونوا بخير. نهاردة ان شاء الله هنشرح الجزء التاني للبلوزة اللي هي بكم ورق شجر. زي ما انتم شايفين كده هنكمل ورقة شجر. والكم التاني هنكمل من غير ورقة شجر زي البلوزة المشهورة اللي على الانترنت موجودة. زي ما اصحابنا طلبوا. وطبعا دي تلبية رغباتهم. احنا عملنا البلوزة تاني. هنعتمد الجزء الاولاني اللي هو في البلوزة التانية. اللي هو هنعمل فيه ورقة الشجر اللي هي ديت كده الجزء الاولاني ده كده. كل ده كده كان الجزء الاولاني. فاحنا هنعتمد الجزء ده للجزء اللي احنا فيه لنفس الموديل اللي دوت. هو هو الاتنين واحد. هو هيختلف بس من بعد الايه? الجزء الاولاني نبدأ نعمل ده الجزء التاني. هنكمله ويلا بينا نبدأ على بركة الايه. قلت نزولا على رغبة اخواتنا اللي عايزين يعملوا كم بورقة الشجر وكم لأ فأنا معي بلوفر تاني بعمله بنفس الطريقة هو الجزء الأولاني ده بتاع الجزء بتاع البلوفر اللي هو كم وكم نفس الجزء الأولاني بتاع البلوفر اللي عملاه كمين فكده كده احنا هنعتمد عشان ما نبقاش بس فيه فيجات كتير والناس توه فكده كده الجزء الأولاني أنا هعتبه ايه هيبقى من الليه من البلوفر اللي فات وانا هعمل لكم قائمة بالبلوفرين قائمة بلوفر هقول فيها كم ورقة شجر وكم سادة وقائمة تانية هقول بكم مين ورقة شجر عشان تبقوا انتوا عارفين وحط لكم القائمتين في صندوق الوصف اتمنى ان انتوا تشوفوها هنا احنا عينا كنا انتهينا الجزء الاولاني بان احنا عملنا الاربعتاشر ورقة شجر سبع قدام وسبع ورقة للبلوفر ده وبرضو هنا في البلوفر ده انا برضو هنا عملت وصلت التزايد بتاعي لحد ما عملت برضو 12 عمود التزايد وصل معي لحد 12 عمود انا حباك كده لان هو ايه مديني شكل حلو انت حابة توصلي لحد العشرة بس التزايد التزايد بتاعك يكون لحد العشرة بس وعن انت تنخصي زي ما قلتلك في الجزء الاول برضو انت حرة يبقى انت على مزاجك انت بتوصلي لغاية التزايد لغاية العشرة او ال 12 يبقى انت عايزة بداي ورقة الشجر منين انت هتختاري اي 3 اج واحد اتنين اتنين تلاتة اي تلاتة هناخدهم او لو انت عايزاهم اربعة ممكن تخجهم اربعة ناخدهم نعملهم ورقة شجر لناحية الكم اللي هيتعمل والكم السادة هنعملهم مع السدر فيه اختي سألتني قالتلي انا البداو القفل بتاعي عند ورقة شجر انا بدأت من عند ورقة شجر عشان تعرف انا ببدأ ازاي في ناس بتاخدها كده بص شايفة اهيه وتاخدها ايه منزرقة تمام او منزرقة كده تمام او في ناس ممكن تاخدها كده اهو برضو تاخدها باليد امامي كده وبين تسحبها كده بقى عندك اتنين على الابرة اسحبهم كأنه غرزة سلسلة اول ارتفاع لي كده اتنين تلاتة كده احنا ايه ارتفعنا الارتفاع بتاعنا طمعا انا بدايت الشغل بس بتاعتها شالها هقفلها وبعدين هنا عندي في الفيستيتش فهلو عاملة ايه فيستيتش ادي عمود غرزة سلسلة عمود ادي كده عملت التزايد وبعدين هنا برضو جي ايه عمود امامي او بريد امامي كده عملت ايه اربعة وزي ما انت شايف ايه البداية وهو وريك الافلاسي عشان ايه اللي طلبوا مني وقالولي احنا بدايتنا ونهيتنا جات عند ورقة شجر ومش عارفين نتصرف هنا هعمل دول بريد خلفي ادي اتنين تلاتة اربعة دي كانت ورقة شجر طبعا احنا قلنا السطر الفاتح احنا قفلنا ورقة شجر وفتحنا ايه ورقة شجر جديدة فدي انا دلوقتي عايز احولها لدفيرة فانا دول كانوا كلاستر مع بعض هاخدهم مع بعض واعملهم ادي اول عمود امامي وهرجع تاني اعملهم عمود تاني عشان بالسطر اللي جاي نبدأ ندفرهم وكده انا عملت هنا في السطر ده بتاعي او بس ده هنا عملت تزايد غرزة واحدة انهم اساسا دول غرزة فبدأوا ايه بقوا اتنين عشان كده عملت تزايد وبعدين هنا ادي بريد خلفي واحد اتنين تلاتة كده ايه اربعة ورحت عندي ورقة الشجر التانية طبعا متأسسة فيه ستش عندي ادي عمود امامي وبعدين الفي ستش جوه ادي عمود غرزة السلسلة وبعدين عمود تاني وبعد كده عمود امامي فيه الدلع التاني الفي ستش كده بقى عندي تزايد احنا في صف الاربعة بعد كده طالما انا لسه عملت اجي واحدة اجي اتنين لسه التالتة فهنا دول بريد خلفي وهستنوا بريد خلفي زي ما هم اجي واحد اتنين تلاتة اربعة وبعدين دي برضو هتتحول لدفيرة اجي اول عمود وبعدين التاني فيها برضو نفسها شايفة اهو عملت عمودين وبعد كده هنا دي بريد خلفي واحد اتنين تلاتة وبعدين هنا دي اربعة تمام كده انا عملنا ورقة اتنين رح اعمل التالتة وانا قلتلك ان انا هعمل هنا تلات ورقات شجر في الكم ده بس مش اربعة زي الموديل اللي فات هدي واحد وبعدين الفيستاتش عمود ورز السلسلة عمود وبعدين هنا دي بريد اميمي كده احنا خلصنا الناحية اللي احنا عايزينها الناحية الكم ده مش تقسيمة نهائية التقسيمة النهائية لسه لما نخلص ونوصل عند حردة اللي ابت لما نوصل للطول بتاعه كده انا عملت دول التالتة دول حد بعد كده طالما انا الباقي هنا طالما دي اخر ورقة شجر والباقي هنا هيتحول عاجي يبقى ده كل ده هيتحول ايه نص عمود عاجي لانه انا قلتلك هعمل هنا نص عمود لايه نص عمود عشان خاطر العمود البريد الامامي والخلفي بريد قصير فلو عملتله هنا عمود هيبقى هنا العمود طويل اطول هتبصت لاقي هنا ده يطول وهنا ده يبقى قصير فتبقى ايه مش موزونة معاكي فعشان تتوزن معاكي انا عملت نص عمود وبعدين ايه دي كل ده هتحول نص عمود. نص عمود اهو. نص عمود. سما انت شايفة? اجي نص عمود برضو. بجي برضو نص عمود. قلت ممكن بس تجي تعملي حاجة هنا جميلة. ها? نزين بها اكتر. عشان نفرق بها عن الموديلة التانية. انا عملت اخر نص عمود في الايه في الاربعة دولار. هنا ده هعمله بريد. هنا. امامي? وفي النص بدل معي في الفيستش ممكن اعمل بيب كورن. اجي واحد. اتنين. تلاتة. واسحبهم كلهم مع بعض. وبعدين اعمل ايه? الاقفل عليهم. وبعد كده ايه? اعمل دي بريد امامي. بس انا كده ايه? حلتها اكتر وديلت لها حلية تانية غير الفيستش. عشان هنا انا حولتهم. وده اخر سطر اعمل في الكلام دوت. يعني ايه? خلاص من السطر الجاية بتحول كل ده نص عمود. وبعدين كده هكمل نص عمود. اجي واحد. اتنين. تلاتة. كامل بقى الداير ما يدور كله كده. نص عمود ما عادة عند الضفيرة. هعمل ايه? اقلنا عمود امامي. وهنا عمود امامي في الاول والاخير. وفي النص هعمل ايه بوب كورن مقونا من ثلاثة عمدة. وكملي بقى امامي لحد ما توصليلي لحد بداية ورقة الشجر كده. خلصت السطر بتاعي دي ما يدور كله النص عمود. ما عادة عند قلنا الدفيرة. قلنا عملنا ايه? قلنا عملنا عمود امامي. وعملنا بوب كورن. ايه? عمود امامي تاني في الدلعة التاني. يبا احنا كده ايه? ده بس الزينة بس عملناها بس عشان ايه? نهي الحرف بتاعها بشكل حلو. اتي عايزة ان هي نص عمود عادي ان هي نص عمود. مفيش مشكلة احنا عملناها. وخلي بالك احنا هنا عملنا التزايدات. التزايدات بتاعتنا لما عملنا البوب كورن عملنا بعدها القفلة اللي هي الغرزة. فكانت دي بعانا بالنسبة لنا التزايد معانا. فطبعا انا كده خلصت وبعدين برضو ايه? تعالي اقفل معاكي. برضو بدايت وقفلتش عندي ورقة شجر. هيجي في الغرزة التالتة من الارتفاع. اهو. زي ما شايفه بصة اعمل ايه? واحد. طبعا غرزة الحشو كانت واحد. اتنين. تلاتة. في الغرزة التالتة من الارتفاع. هقفل فيها بمنزلقة. تمام? وبعدين انا طبعا عايزة دلوقتي اعمل ازود ورقة الشجر. فعنجا ادي عمود اتنين هعملهم امامي. بعد كده الفيستش وبعد كده عمود اتنين. هيجي في ديها بصي للعمود دلعة الاولاني. هاسحب منه كده. يعمله قلتلك منزلقة. يعمله قلتلك ايه حشو ودي ايه? انا عملته تانية حشوهود. لان انا في الجزء اللي فات عملته لك منزلقة ومش فارق معايا. مش باين معايا خالص. ادي غرزة انا اعتبرتها غرزة سلسلة اتنين تلاتة. وهروح ااخد العمود اللي بعدها. هعمله برضو بريد امامي. وبعدين هعمل التزايد بتاع اليه الفيستش. هعمل عمود. غرزة سلسلة. وبعدين عمود. تمام? وبعد كده هروح اعمل الدلعيل التانيين. اللي هو ادي واحد. اتنين. كده عندي في السطر ده كام? ستة. ده سطر ليه? التزايد الستة. وبعد كده قلتلك هنا ده بريد خلفي زي ما هو. مش هيتغير. واحد. طول ما هو محبوس ما بين ورقة شجر وورقة شجر. ما بتغيرش. هو بتغير امتى? في حالة ان قبل منه مفيش ورقة شجر. عشان كده قلب نص ايه? عمود. ادي كده تلاتة. وبعد كده ده الرابع. بعد كده انا هنا دي اللي هي الدفيرة اللي كنت عملت فيها التزايد. لان كانت غرزة واحدة عملتها اتنين. هيصيب الاولانية واروح للتانية. هعمل منها عمود امامي او بريد امامي. وارجع للأولى. اهي. زي ما انت شايفة. برضو اعمل منها بريد امامي. وارجع تاني ده بريد خلفي. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خلاص احنا عارفين التزايد تع ورقة الشجر من الجزء الاول. ادي العمود الاولانية. واجي العمود التانية عملها بريد امامي طبعا. وبعد كده التزايد اللي هي الفيستيتش اللي هي عبارة عن عمود. قرص السلسلة عمود. وبعد كده ادي العمود التانين برضو بريد امامي. ادي الاولانية. وبعدين التاني. هرجع تاني اقرر. ده بريد خلفي. وده بريد خلفي. وكده ده بريد خلفي. التالت. وبعد كده الرابع. رايح انا كده على الدفيرة. هدفرها. هسيب الاولانية واروح للتانية. هاخد اعملها بريد امامي. وارجع تاني. هرجع للايه? للاولى. اهي شايفها? هعملها بريد برضو امامي. يبقى انا قلبتهم. خليت اللي كانت فوق تحت واللي تحت بقيت فوق. وبعد كده برضو هقرر تاني. ادي بريد خلفي. اربعة. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. تمام. كده. بعد كده راح الاخر ورقة شجر. هعمل ادي. واحد. امامي. التاني. امامي. وبعد كده عندي غرزة المنتصف. اللي هي تحت الغرزة اللي كانت هنا. ما دي كانت فيستاش السطر اللي فات فيها غرزة. هاجي تحتها اعمل برضو فيستاش. هدي عمود غرزة. غرزة السلسلة. وبعدين عمود تاني. وبعدين هعمل ده. ايه? ادي عمود امامي. التاني امامي. كده الستة. وزي ما انا قلتلك في الاول. لو انت عايزة تعملي تقسمتك بان انت تخدي مسلا عمود تاني. يعني مسلا انت عملت ادي واحدة اتنين تلاتة. كان ممكن دي عملتها كمان ورقة شجر. بحس ان انت دايما تتنقصي. يعني هنا مسلا ايه? انا خدت مسلا ان الخطوم كانوا هنا ايه اربعة. تمام? السندوم اجي اربعهم. خدت تلاتة اللي في نصهم. وبعدين بعد كده هاخد الاتنين لفنصهم. بعد كده هاخد الواحد اللي في نصهم. انت حاب ان انت تاخدي خمسة تاخدي الاربعة لفنصهم واحد اتنين تلاتة. وتحطي ده كمان دفيرة بحيس ان يبقى ايه? الكوم تاني سطر فيه اربعة مش تلاتة زي ما انا هعمل. انا هعمل تلاتة. انت ممكن بعد كده اعملي ايه? ممكن تعملي اربعة. تحطي دي ايه? ورقة شجر. وزا ما قلتلك دي مش التقسيم النهائية بتاعة الحرضة الابت. طبعا انا هكمل بعد كده خلاص خلصت انا كده صف الستة في الورقة الشجر اللي هنا. بعد كده هكمل بقيت البلوزة بتاعتي نص عمدة عادية. ومش هعمل تاني البوب كورن اللي كنت بعملها دي مش هعملها. خلاص انا كده بحول كله نص عمود. كله كله. نص عمود. وطبعا بما ان انا السطر رفات عاملة تزايد. السطر رفات عاملة تزايد كتير. فانا السطر ده مش هعمل اي تزايد. همشي عادي. فوق كل نص عمود. نص عمود. اهو. فوق كل غرزة السلسلة قدامي. هعمل نص عمود. اهو زي ما انت شايفة بصي. خلاص انا وصلت الهنا. يعني خلاص ايه? كان ورقة الشجر اتحولت خلاص خلصت. دي كمان هنحولها هيت. فوق كل غرزة لها. هعمل ايه? نص عمود. وزا ما انا قلتلك. احنا كنا لما عملنا الببكون. افلنا عليها بغرزة. فكانت الغرزة دي تزايد. كده. اهو. قلبناه خلص نص عمود. راح للاقيه? للنص عمود اللي بعد منه. هكمل كده عادي. الدوران كله. بالشكل ده. تمام? هتكمل بقى الدوران كله بالشكل ده كده. بعد اخر ورقة شجر احنا حولنا كله بصي. شايفة نص عمود. هتحولي بقى كله نص عمود. يما يا لحد ما توصلي معي لأول ورقة شجر. احنا كنا بدأنا عندها. عشان نقفل ونعمل السطر الجديد. وصلت للغرزة الاخيرة. وزا ما قلتلك كده بقفل في الغرزة التالتة من الارتفاع. قلنا غرزة الحشوة غرزة. وبعدين التانية. وبعدين قاجل ايه? الغرزة التالتة من الارتفاع. اهي. تمام? حافظ بمنزلقة. وهعملك الغرزة التانية اللي انا كنت بعملها في الجزء الاولاني. ان انا هاجي هنا امامية منزلقة. اهي امامية منزلقة. وبعدين ارتفاع واحد اتنين تالتة. هي هي مش هتفرق كتير. يمكن هي ايه? غرزة الحشو ايه? افضل. بس انا وردتها اللي كايت. ماشي. انا اخدها هي. شايفة امامي. وبعدين اسحب الخيط. وبعدين دولها عتبر بغرزة السلسلة. اجازة واحد اتنين تالتة. وبعدين هعمل هنا. هيجي على العمود التاني اعمل برضو عمود امامي. انا عندي هنا ستة مش كده. وبعدين هنا برضو كده عمود امامي. كده دول التلاتة الايه? الاولين اللي هما نص ورقة الشجر. وبعدين في النص هنا هعمل اجازة واحد. قرز السلسلة. وبعدين ادي التاني. وبعدين التلاتة التانيين اللي بقين هعملهم برضو بريد امامي. يبقى كده ده سطر تزايد التمانية. ادي كده اتنين. كده ايه? تلاتة. بعد كده عندنا طبعا دول ايه? اللي هما جايين دولا البريد خلفي. فانا هعملهم بريد خلفي زي ما همه. ادي واحد. اتنين. تلاتة. كده اربعة. وبعدين راحين على الدفيرة. هسيب العمود الاولاني بتاعها واخد التاني اللي هو فوق الوش ده. هاخده هو ايه? الاول. شايفة? ولو ايه مش عارفة تعبدوه. هفتحهم لنفس كده. ادي الاولاني هوت. هاخده بريد امامي. وهرجع تاني اخد اللي كان تحت اللي هو ايه? بالداري ده شايفة? اهو. هاخده برضو بريد ايه? امامي. انا ايه? اللي كان فوق نزلته تحت واللي تحت طلعته فوق. وبعدين هعمل دول. كده. بريد خلفي واحد. اتنين. تلاتة. كده اربعة. وبعدين انا جيت لورقة الشجر. طبعا هعمل فيها التزايد بتاعه. التلاتة الاولاني هعملهم بريد امامي. ادي واحد. اتنين. تلاتة. كده تلاتة بريد امامي. وبعد كده في النص هعمل فيه ستيتش اللي عبارة عن عمود. غرز السلسلة. عمود. وبعدين هنا تلاتة بريد امامي. ادي واحد. اتنين. تلاتة. وبعدين هكمل اللي بعدهم دول. بريد خلفي. وبعدين دفيره. وبريد خلفي. واعمل الدفيره الاخيرة. وبعد ما اعمل الدفيره الاخيرة. هكمل بقية السطر كله. نص عمود عادي. ما فوش اي حاجة. نص عمود عادي بدون اي تزايد. لو انت شايفة كده بصي. يعني هعدلك بس الشغل كده. شايفة بصي. تحس ان لسه عندنا ايه زيادات. يعني فا ما تحس انه ايه يعني لسه ايه مش محتاج ان احنا ايه نزوج. محتاج ان هو ايه لسه يفرد ايه نفسه زيادة. لنجي فيها تزايد فمحتاجها تفرد نفسها زيادة. فهكمل العمود دوت كده بدون اي تزايد. ده كده سطر التماني. هكمله برضو بدون تزايد. وهكمل سطر العشرة اللي هو زي ما هيكون هنا. برضو بدون اي تزايد هنا. وسطر برضو ده لو انت بتشغلي عشرة يبقى بعد منها هتعملي ايه? تناقص زي ده كده. فانا هاوصل لسطر الاثناشر. انا هعمل بعد كده السطر اللي هو الثمانية ده عايجي بدون تزايد. وهعمل سطر العشرة عايجي بدون تزايد. وهعمل سطر الاثناشر عايجي برضو بدون تزايد. وبعد كده هاجي بقى معيك عشان نتناقص في الورقة جيت. وبعدين نشوف احنا هنتزايد هنا ولا هنعمل ايه? خلاص السطور اللي قلتلك عليها وهنا بدون اي تزايد وخلصت طبعا هنا دول بالنسبة لي ثلاث ورقات شجر وانا قلتلك لو كنت عايزة تعملهم اربعة كنت يعملهم ايه اربعة وصلني اربعة انا وصلت هنا ايه تلاتة فانت هتقدر ايه تقدر تعمل انت عايزة انت هنا انا وصلت للدور لحد انا تزايدتي في اتناشر اجي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر تقدري توصلي بالتزايد بتاعك لحد القهدل السطر اللي فيها عشرة بس بس اجئة تكوني في السطر في الجزء الاولاني وصلت للعشرة يبقي هنا توصل للعشرة وصلت هنا اتناشر يبقي لازم هنا ايه اتناشر فانا م انا ي zitani تناشر انا بالنسبة لي مش اتناشر في اخت بعتلي وقالتلي على المدل الاولاني قلتلي هو من هنا بارز اهو من هنا بارز جدا بس شكره شايلو او في اللبس وشكل لصري جميل في اللبس تبع انت لم هي جهينا الغرزة الاولية زي ما قلتلك كده هاخدها هنا بصي ادي حشو هي هطلع بها حشو كأنها غرزة سلسلة. طلعت بها حشو امامية. اتنين تلاتة. المفوض ان انا بضم الاولانية والتانية مع بعض. يعني مفوض ان انا الدالة وعمود بخلص نصه واسيب نصه على الابرة وايه واعمل معي العمود التانية عشان يبقى كلاستر. فعشان هي المشكلة انها ارتفعت فعشان كده مش عارفة اخلصها فعشان كده بقولك هعمل ديها ادي نصها وبعد كده رجع ايه اعمل نصها. كده انا عارفة ان المفوض ان الاتنين الاولين دول هم دول كلاستر دول بقى عمود واحد لما الشهر السطر ولا اخدهم كأنهم عمود واحد. وبعد كده همشي هنا امامية ودي دي برضو امامية وبردو ده بريد امامي. همشي كله بقى بريد امامي. حتى فيستش اللي في النص دي همشي برضو بريد امامي. هستغن عن الغرزة اللي كنت بعملها ومشي اعمل فيستش خلاص. هاخد الادلع التاني برضو بريد امامي. زي ما كنت بتنقص هنا بظفت في الجزء الايه الاول. وبردو هنا ده بريد امامي. كده بريد امامي اهو. وبعدين بريد امامي. وبعدين الاتنين الاخرانين بقى اخدهم كلاستر مع بعض. هاخد العمود الاولاني. هعمل نصه ومشيلا. مش هخلصه مش هكمله يعني وخلقه هسيب منه نقص حلقة على الابرة والتاني برضه مش هكمله واسيب منه حلقة على الابرة هعمل نصه بس وبعدين أصحابهم كلهم مع بعض يبقى أنا كده تنقص في الأول واحدة وفي الأخر ايه واحدة وبعد كده همشي هنا بريد خلفي وياحط اتنين تلاتة أربعة وبعد كده هنا دي تفيرة هسيب العمود الأول واخد العمود التاني اللي هو فوق الوش هعمله بريد امامي عشان اخليه ينزل تحت واجيب اللي كان تحت اللي هو الاولاني هرفعه فوق كده هو واعمله برضه بريد امامي كده بقلتلك عملت تبادل للاتنين بعد كده التاني هعمل هنا دوت بريد خلفي ادي واحد اتنين تلاتة وبعدين ده العمود الايه الرابع راحة على ورقة شجر تانية قلنا ايه بنتنقص اتنين في الاول بنعمل اتنين الاولين نعمله مع بعض وانت عشان اتنقص واحد الاتنين دول هعمله مع بعض ازاي هاخد الاولاني هشتغل نصه ومش هكمله وصير حرق على الابرة والتاني برضه هشتغل نصه ومش هكمله وصير حرق على الابرة وبعدين اسحبه مع بعض وبعد كده اكمل بقية العمود عادية لحد الاتنين اللي هم قبل الاخر عشان برضو هما اتناقص فيهم عمود يبقى انا كده السطر ده بقى ايه كان عندي انا بالنسبة لي اتناشر في الاول هنا هيبقى عشرة انت لو كنت ده زيت للعشرة كان هيبقى ده ايه عندك ايه التمانية طبعا انا مش هعمل غرزة ولا هعمل في ستش ولا هعمل اي حاجة خلاص لان انا هنا بعمل تناقص ويحت كده واجي عمود وبردو هنا اجي عمود تاني امامي وبعدين اجي عمود تاني امامي وبعد كده العمودين الاخرين هعمل لهم تناقص هاجي بقى دي العمود هاشغل نص واصل منه حلقة على الابرة والتاني برضو هاشغل نص واصل منه حلقة على الابرة تمام وبعدين اسحابهم مع بعض وبعد كده هكمل هنا بريد خلفي وده هعمل دفيرة وبعد كده هعمل جيد ورقة شجر زي الورقة الشجر دي وتعلي هنا وقولك هنا التزايد هنعمله ازاي خلاص خلصت الجزء اللي انا قلت لك عليه ووصلت لحد اخر ورقة شجر وحملت التناقص في الاول وفي الاخر زي ما انا قلتك تعالي هنا بقى ايه نتفيد طبعا احنا هنا مكناش بان تزايد السطور اللي فادت لان احنا كان عندنا زيادات فضلت مؤثرة معايا زي ما انت شايفة بصي هو ايه راخي ونايم كده خالص هوت وبصي وعمل كمان تزايد بصي يعني ماشي معايا بالتزايد هوت مش مؤثر معايا اما لو مشيت بعد كده بدون تزايد برضه يبدأ ايه يلم مني فلا عشان ما يلمش مني اعمل ايه وهسهل هيلك ببساطة انت عندك هنا لما عملت ورقة شجر هنا عندك ايه بص دفاير شايفة الدفاير ههدد فيرة اتنين يعني انا مثلا ايه همشي لحد الضفيرة الاولى هعمل عندها ايه هنا قصاد الغرزة بتاعتها تقريبا الغرزة بتاعتها اللي قصادها في النص تقريبا هعمل هنا تزايد تمام وبعدين همشي واحد مش هزود اتنين مش هزود هروع عند التالتة ايه اعمل تزايد نفس الكلام هده واحد مش هزود التانية مش هزود التالتة ايه هزود بحيس التزايد ما يكونش كتير يوصر للشغل قوي وفي نفس وقت ايه يريح الشغل يعني هعمل كده هشغل كده ايه ده عمود اولا نص عمود وده نص عمود نص عمود بصي بالشكل ده كده اهو عشان اوسع التزايد بتاعي وهزود سطر او سطر لا يعني سطر اعمل في التزايد اللي بقولك عليه ده وسطر ايه ما عملش تزايد خالص افرد الايه لاني لازم التزايد اللي انا عملته افرده تمام ايدي نص عمود نص عمود بس شوف انا مشي عادي خالص مش بزود خالص اوه وسط ايه قرب توصل لهنا نص عمود اهو مفوش اي حاجة ببصي ممكن بصي مريح لسه معي شايفة مريحها شايفة مفوش ايه اي حاجة حاجة هنا الغرزة بتاعتها اللي في النص تقريبا ايه اخدها بالتقريب ايه شايفة ايه ايه ادي هنا نص عمود و Browning ايه اهيه زاما شايفة بص اهي شايفة اهي شايفة ايه شايفة ايه تقريبا ايه اعمل فيها ايه غرزتين امود نص عمود هرجع ثاني يكمل نص عمود عيدي كل الشغل عيدي تمام كل الشغل بتاعي عيدي هكمل نص عمود و نص عمود هسيبها ايه هسيب بنسباللى يعني انت وانت مشي كده بص اوو شايفة بص هيا هيا رية معي رايح معي ونمعي خلص هفوت الديفيرة دي وهجا عند الديفيرة الثالثة ايه اعمل قصادة ايه نص عمو وهقرر نفس الكلام لحد ما وصل ايه للنحية اللي هي التانية اللي هي اقشبك بقى شغلي هنا طب خلاص السطر اللي وراه هشغل طبعا التناقص ده زمن اشغلت التناقص ده هتشغل نفس التناقص بتاع الوردة الاولانية تمام لغاية ما توصل ان يبقى عندك وحدة بس يعني انا بص وصلت الوحدة بس هوصل بالتناقص لحد واحدة بس يبا انت ده بالنسبة لورقة الشجر هتبدالي تتناقصي لحد ما توصلي ورقة الشجر لوحدة نفس الجزء الاولاني ونفس ما انا وريتك التناقص ازاي التناقص هيبه بنفس الطرق اللي وريتها لك طيب هنا زي ما قلتلك سطر هتعملي تزايد وسطر مش هتعملي زايد السطر ده انا بعمل فيه تزايد اللي بعديه ما فيش اللي بعديه فيه اللي بعديه ما فيش وهكذا سطر وسطر لحد ما نخلصي الجزء قلتلك علي معضب ونوصل بورقة الشجر. Gonna إنها تكون غرزة واحدة. اقولت الحاجة كمان وانت مشى. انا قلتلك انا هخلص ونتلعها لما ن احنا ايه نوصل بورقة الشغر ونوصل بها وحدة زي دي. السطر اللي هتعملوا وحدة انتبه إن ان انت هتفتحي ورقة الشجر. هتعملوا فيه ستتش فوق اللي هو الضفيرة. لو انت عملة 삼 três Hu analyse يبقى انت هتفتحي ورقتين الشجر. هتعملي السطر اللي هتقفلوا فيه هتعمل في ده ايه في ستش فوق الضفاير. طب لو عاملة اربع ورقات شجر هيبقى عندك هتفتحي تلات ورقات شجر هيبقى عندك تلاتة تلات دفاير زي دول تلات عمدة دفاير زي دول. انا بالنسبالي عاملة تلاتة في النص هيبقى اتنين. لو انت عاملة اربعة هيبقى في النص عندك تلاتة. انت بقيين السطر ده بنقفل ورقة شجر ونفتح ورقة شجر جديدة. خلصت السطر بتاعي زما انت شايفة كده. وخلاص هقفل الغرزة بتاعتي. مش في الغ الغرزة التالتة من الارتفاع هقفل في الغرزة اللي ضميتهم سوا عشان انا عارف انا دول ايه كان عمود مع بعض. فالغرزة اللي ضميتهم سوا جيد كده هقفل فيها بمنزلقة ومفروض اكون قطعة خيتي وعشان هبدأ بداية ايه جديدة كده وبعد كده اسحب الف واسحب الخط بتاعي وقفلت الايه الشغل بتاعي. وبكده نكون انتهينا من الجزء التاني اللي كم ورقة الشجر. اه اللي هي بلوزة اللي كم سادة وكم ورقة شجر بناء على طلبكم. اتمنى يكون سهل وب بسيط. والقاكم في الجزء التالت ان شاء الله عشان نحرط حرضة القبط للكم السادة والكم اللي هو الورقة الشجر. اه وزا كنت جديدة في القناة انا بدعوك تشتركي في القناة ودوسي على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو. وكمان فعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بقدمه. والى لقاء اخر في حلقة قادمة ان شاء الله.